اللهم إن بالإسلام وأهله من الضيق والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك ولا يعول في كشفه إلا عليك أنبنى إليك إله الأولين والآخرين نسألك أن تزلزل عروش الظالمين وأن ترفع العافية عنهم اللهم عجل بفرجك اللهم أغذي إخواننا اللهم قو شكيمة الحق فيهم داوي جرحاهم واغفر لنا ولهم واجبر خاطرهم يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قامت سعودية مشكورة بعمل حملة لجمع تبرعات لإخواننا المظلومين المضطهدين وعندي تعليقين على هذه الحملة وعندي تعليق على مسألة أخرى كلام أحد الأشخاص الذي يبين فكرة جماعة من الناس هناك قبل أن نبدأ أذكركم بأن دروس التفسير عادت والدروس القصيرة التفسير المختصر شمس التفسير موجود على القناة الأساسية أما التفسير الموسع موجود على قناة صوتيات وكتب محمد بن شمس الدين تفسير موسع جدا نتوسع فيه ونقرأ من ستة تفسير في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم يا قوم اتبع المرسلين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سأبدأ بالفيديو الذي قلت أني سأعلق عليه وأسمع معي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد يكتب له شنو رأيك بالديصير شكله عراقي في السعودية من حفلات رغم موت إخواننا المسلمين في فلسطين ثانيا هل فلسطين احتلت بس في عام الثلاثة وعشرين فلسطين محتلة من قبل سبعين سنة وكل الدول قائمة بمصالحها قائمة برعاياها قائمة بمونشآتها بمصانعها بغانية بمسلسلاتها بأفلامها بمراقصها هكذا يعني الموضوع بمؤسساتها هي المشكلة في الآن في يومك هذا في أرواح تزهق يعني مو مشكلة ما يكلمك عن احتلال وما احتلال هو يكلمك عن أرواح تزهق بجانبك وأنت ترقص مو أنت يعني عفوا منك دعا لكن بسمها بحفلاتها بأمورها آه يعني حتى الدول قائمة بحفلاتها وما شاء الله وضعها ما شيء اللحية يا رجل اللحية اللحية تقول لك اتق الله ثانيا اللي ما نبغى نتكلم زي إيش الآن العالم صارت كلها مسلمة ومؤمنة هي نعم والحمد لله جزاهم الله خيرا أنغار أنغار على بلد كريم طيب جزاهم الله خيرا أن الآن لما رأوا الأرواح تزهق صاروا مؤمنين ومسلمين يعني هذا شيء مزعج ولا شيء مفرح وخايف على أهل فلسطين نعم الآن الآن صحوا كنا نائمين وصحونا يا أخي ها لسان حالي الذي صاحب التعليق كنا نائمين وصحين وإن المشكلة عندك الآن الله أكبر يعني لما صارت المملكة العربية السعودية صارت فيها تطور وفيها تقدم صار المملكة العربية السعودية فيها خطأ الآن صارت العالم كلها كل حاجة غلطة يصير فيها الكون هذا كله المملكة العربية السعودية هي السبب ما قال إنها السبب والذي يقول إنها السبب هذا إنسان مفتر على المملكة ومفتر على السعودية لكن هو يقول لك حفلات يقول لك أغاني يقول لك حفلات أنت الآن تقول تقدم وتطور هل أنت بلحيتك ترى أن الحفلات يتقدم وتطور أنا فعليا رأيت لماذا أعلق أنا والله ما أعرفه كثيرا كان شفت له مقطعين قبل هذا وأسأل الله يكون من الصالحين وأسأل الله يرفع قدره وأسأل الله أن يجعله خيرا من مما أظن أو تظنون ليس كلامي عن الشخص بنفسي إنما الكلام عن طريقة التفكير أنا لأن وجدت تعليقات عندي يقولون السعودية تتطور يا أخي وأنت تحارب التطور والتقدم وأنا ما أخارب التطور والتقدم أنا أريد أن تكون السعودية على رأس الدول عندما تفتح الإحصاءات التي تذكر لك براءات الاختراع أنا أحب أن تكون السعودية دولة رقم واحد وأن تكون بلدي سوريا دولة رقم اثنين أن تكون لبنان دولة رقم ثلاثة أن تكون الجزائر دولة رقم أربعة طبعا أنا ما أقول الترتيب ولا أقول اسماء دول بعينها يعني متقصد هذا أنا أقول هذا الذي أحبه أحب أن تكون دولنا في مقدمة الدول اقتصاديا عسكريا علميا هذا هو الذي يسمى تطور هذا هو الذي يسمى تقدم ليست تقدم الأخاني والحفلات أنت ما تستجلب من المتقدمين أوساخهم ثم تقول أنا صرت مثلهم لا يا أخي ليس هكذا الذين تقدموا وهم تقدموا رغما عننا لكن شوف بماذا تقدموا شوف الصين الآن التي تقدمت خمسين ألف براءة اختراع في سنة 2023 فقط هذا تقدم هذا يسمى تقدم نعم الصين على ما فيها من مصائب وقمع سياسي وديني ومصائب لكن هذا نعم يسمى تقدم المصائب التي فيها لا تسمى تقدم كذلك نحن السعودية على فكرة فيها تقدم يعني هي تتقدم على رويدا رويدا وهذا شيء جيد وإيجابي ويشكرون عليه وإن كان عندنا من دعم فندعمهم في هذا نعم فيه فيه تطور هناك لكن هذه ليست تطورا المراقص ليست تطورا هذا تخلف نحن نريد التطور نحن نحب التقدم نحن نحب أن يكونوا في الصدارة في صدارة الأمم نحن جميعا دولنا كلها نحب أن تكون في الصدارة تكون لها الراية العليا ليس في هذا فأمت الفرق بين التطور والتقدم وبين هذا التطور والتقدم أن أرى الأمريكي يذهب يبحث كيف أسجل في جامعات سعودية عند ذلك هذا تقدم عند ذلك هذا نحمله في وجه العالم نقول شوف التقدم كيف صار عندنا في السعودية في مصر الألماني يبحث كيف أقدم في جامعات وكيف أتخرج يكتب في السي في تبعه الألماني ولا الفرنسي ولا الهولندي يكتب في السي في تبعه مفتخرا بخط عريض خريج جامعة إماراتية سعودية سورية لبنانية عراقية مصرية هذا يسمى تقدما مراقص ليست تقدما حفلات ليست تقدما ما قدمت شيء ما قدمت شيء ما نفعت ففرق بين التقدم وبين الهبوط الآن أنتقل بكم إلى الخبر هذا خبر جميل حقيقة أسعدني نحن ماذا نستطيع أن نقدم يأتي واحدنا مثلا ينفق صدر ويقول اثبتوا أنت مو ثابت أنت رايح اتنام بعد قليل أنت جايهم شبعان وتقول لهم اثبتوا هذا كلام كلام الله الواحد يستحي منه عرفت فماذا نستطيع ماذا تستطيع عندما ترى ذلك الطفل الذي فقد أبويه فقد إخوانه ونجى بقدر عجيب من قدر الله سبحانه وتعالى ليخرج نبحث له عن دار ايتان ماذا تستطيع أن تقدم له هذا ماذا تستطيع أن تقدم لطفل يبحثون له وين إيده وين لقوها بعد ما وجدوا رجله وجمعوا عليها رأس وبطن كذلك ما وجدوا لسيده هذا ماذا تستطيع أن تقدم له ماذا تستطيع أن تقدم لأب فقد أولاده وتقدم له مال الدنيا ما تنفعه هذه ولكن فيه شيء يعنيها سندة حملة تبرعات عظيمة لا أقلل من قيمتها أبدا ولكن في النفس شيء يقول حقيقة أمريكا ترسل حاملة طيارات لهم ونحن نرسل لهم أكل لكي لا يقتلوا جوعانين بالآخر يرسل لهم أكفان يخي ما بدي أكفانك بدي تستحي على وجهك وتفعل شيء الذي أنت تعرف ما هو وأنا لا أكلم شعوب أكلم الذي بيده أن يتصرف تروح ترسل لهم أكفان والآخر يرسل لهم تمر ولكن مع ذلك حملة جيدة انظر الخبر بعد أقل من ساعة من إطلاقها تبرعات حملة إغاثة الأشقاء في غزة تتجاوز 52 مليون رجال 10 دقائق جزاكم الله خيرا يا أهل السعودية 52 مليون ريال بعشر دقائق رقم موسهل رقم يدلك رقم يعرفك من هو الشعب السعودي رقم يعرفك من هم أهل السعودية هذا الرقم يعرفك أن هذه الأشكال وهذه المناظر التي تراها لا تعبر عن شعب السعودية أن هذا الخبث الذي في السعودية ودائما النهر إذا رأيته تجد الخبث يطفو تجد أن إنسانا إذا عمل شيئا معين في النهر سيطفو هذا الشيء والدر والياقوت والحوت الطيب وكذا هذا ما يطفو هذا قد تجد له أثار لكن ليس هو الذي يطفو الذي يطفو في الغالب الخبث هذا الخبث قليل هذا الخبث لا يمثل الشعب السعودي هذا الخبث هو مثل الذي أنت في بيتك ألا يوجد حاوية أجل لكم الله يعني مكان للزبال فلا يجوز لي أن آتي إلى بيتك وأنظر إليها وأقول هذا بيتك لا هذا الذي هذه نفايات بيتك هذه نفايات الشعب السعودي شعب طيب شعب كريم شعب حبيب شعب محب لإخوانه ولدينه شعب عنده انتماء قوي لدينه هذه الحملة هي التي تعرفك من هو الشعب السعودي ولو رأيت حملة في الإمارات ستعرف من هو شعب الإمارات هذا لا يمثلهم هذا الذي تراه لا يمثلهم هذا الذي تراه والله شرفاؤهم لا يرضون به ولو بيدهم لتصرفوا حتى أنظر إلى الوجوه كيف هؤلاء يلفون على وجوههم لأنهم يعرفون أنهم يفعلون أشياء ما تنبغي للرجل ما تنبغي عندما تفعل الشيء الكريم والشيء الطيب تكشف وجهك تقول هذا أنا لكن هؤلاء يعرفون فيه ناس فيه ناس ما عندهم حياء لكن هؤلاء يعرفون على أي شيء والشعب الإماراتي والشعوب الخليجية الشعوب المسلمة الشعب مصر شعوب عامة تعرف أن هذه الفئات ما مكانتها وما قيمتها ومن هم في المجتمع فهذه الكلمة التي أردت أن أوصلها لكثير من الناس الذين قد يسمعون إلى أخبار في جانب معين أو إلى أشياء تتكلم عن جانب معين فيسيء الظن بأهل الخير وأهل الشرف وأهل الانتماء إلى دينهم وأهل الصلاح الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم وهؤلاء لو استطاعوا أن يفعلوا أكثر من مجرد الإنفاق لفعلوا ولكن ما باليد حين أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله يا قوم اتبعوا المرسلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر